شرعت القوات الأمنية بعملية أمنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود وكر لعصابات داعش الإجرامية في صحراء الأنبار الغربية يرمون مهاجمة القطعات العسكرية المتمركزة في القطع الغربي للمحافظة وقد مصدر أمني أن القوات الأمنية اقتحمت الوكر المستهدف وتمكنت من العثور على ثمانية حزمة ناسفة معدة للتفجير داخل الوكر وبين أن فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعولة لحزمة المضبوطة دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأمنية والقوات الساندة